موسيقى السلام عليكم سباح الخير كيف حالكم؟ أنا متواجد أن لن في مطار بانتظار طائرة متجحة إلى محافظة كوينيون بالمسادفة قابلت هنا أحد أصدقاء المصريين وهو أيدا سأسافر إلى كوينيون بنفس الطائرة موسيقى كان هناك شجار بين أحد الركاب وموظف المطار بسبب تأخير وهو مستعجن جدا أخيرا دخلت الطائرة مقعدي بجانب شباك انتقسلني يوم جميل جدا أصحبك مرتبة بيضاء كبيرة ونائمة ستستقرق الرحلة ساعة ونصفة لذلك سأقرأ قليلا موسيقى مثل فتاة معدبة وصلنا محافظة كوينيون ونحن الآن في التاكسي متجهين إلى الفندق تقلب التاكسي من مطار إلى وسط المدينة حوالي مية وستين الف دون فقط يعني حوالي سبعة دولار أولا اخترنا هومستاي لننزل فيه لليلتين لا أعرف كيف أترجم الكلمة هومستاي إلى لغة عربية ولكن قد نسمه الإقامة مع العيلات المحلية هذا هومستاي في وسط المدينة هو صغير ونذيف وفيه تنزينات صغيرة منتئة أول شي فعلنا في هذه المدينة البحرية هو يستمتع بالمأكلات البحرية التازجة ستندهش بمئات الأنوات مختلفة من المأكلات البحرية هنا فأنسحك أن تجارب كلها بعد تقام شينا على الشاطئ نقمر اليوم كامل جلسنا في مكهى على الشاطئ المكهى اسمه صفبة وهو مكان رائع للجلوس وليستمتع بموزيق وشرب ومنظر البحر ليلي في اليوم الثاني نذهب إلى البحر هناك الكثير من الشواطئ جميلة واليوم سنذهب إلى أحد أجمل الشواطئ موسيقى 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 وثم مكان آخر يسمى موسيقى يعني موسيق الرياح نسمه بهذا الاسم لأن الرياح هنا دائما قوية جدا مع ذلك فهو مكان رائع للتصوير بعد يوم طويل من التجول والتصوير تحت الشمس في ناشا نتذوق الطعاما شحيرا لهذه المنطقة وهو هوت بوت لقنادي البحرية في الليل نعود مارتا أخرى إلى مقحى صفبة ونلعب اللؤبة أولا بتأكيد تعرف هذه اللؤبة من يخسر في اللؤبة سيتدمع وضعه على محمرة على وجهه بأحمر شفا ونأتها إش كما ترى في اليوم تالي انطلقنا لزيارة المقاطئ المجاورة تستقرق المسافة ساعتين بتاكسي من كوينين وأول مكان تحبنا إله هو جدا انظر إلى هذا المشهد هن يستحق الركوب لساعتين يتكون المكان من هذه الدكوينات السخرية المثيرة والغريبة كالهذه أطلال بركانية من ملايين السدين ثم نتناول القداء في مطعم عائم على البحيرة ها 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 هذا في كل مكان لأن هذه المنطقة تشتهر بكونفو في فيتنام فقط قدموا لهم قليلا من المان لتشجيعهم بعد العرض وهذا هو المكان الثاني الذي يستحق الزيارة عيدا في هذه المدينة هذا المكان هذا المكان ليس له اسم محدد فقط اشتهر منذ ظهوره في فيلم في فيتنامي شهير حسنا لقد نسيت أن أخبرك أننا انتقلنا إلى فندق ثاني هذا الفندق سأره معقون والخدمة جيدة وهذه بانكتوم يعني ربيا مقليف أحد الأطباق التي أيضا يجب أن تجربها مرتا بعد خمسة أيام من الرحلة وتناولنا جميع الأطباق الشهيرة هنا بعد كل منا زاد وزنه بثنين كيلو لقد أحدنا لبعدنا أنبأت لأننا سنتبع نظام وضعي على الفور حينما نعود إلى الموت أما أنت فبمجرد إفتتح المتار فعليك اختيار فيتنام كأول وجهة عامنا بعد فترة طويلة من النواب مع السلامة وإلى اللقاء في الفيديوهات التالية ليلة تحبكم موسيقى 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 موسيقى